أكد الرئيس عبدالفتح السيسي لهمية التي تليها مصر لتعزيز التنصيق والتشاور السنائي مع إيطاليا للتصدي للعديد من التحديات الإقلامية في منطقة المتوسطة جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي أنتونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي السيد أنتوني تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن سيد رئيس آرب عن ترحيبي بوزير الخارجية الإيطالي في زيارته للقاهرة مسمنا سيادته العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين ومؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتطوير تلك العلاقات في مختلف أبعادها خلال المرحلة المقبلة فضلا عن تعزيز التنصيق والتشاور الثنائي القائم بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط من جانبه آرب وزير الخارجية الإيطالية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيرا إلى ما تمثله تلك الزيارة من رسالة واضحة على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتأكيد على رغبة الحكومة الإيطالية في ترسيخ ودفع هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة بالإضافة إلى استمرار التنصيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل دور المحوري الذي تطلع به مصر كراكيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة حيث تم تناول مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى جانب التعاون الصناعي المشترك وكذلك التعاون في مجال أمن الطاقة لا سيما في مجال الغاز الطباعي من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة إيني الإيطالية فضلا عن تطوير مجالات التعاون في القطاع الزراعي كما تم التبحث حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية في ضوء الجهود المصرية الفاعلة في هذا الإطار كما تم التطرق كذلك إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف حيث سمن وزير الخارجية الإيطالي ما تقوم به مصر بقيادة السيد الرئيس في نشر مبادئ التسامح وحرية الاعتقاد وهي الثقافة التي امتد صداها إلى المحيط الإقليمي لمصر كما تطرق اللقاء إلى قضية الطالب الإيطالي ريجيني والتعاون من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة